ما تزعلوش مني لو اللي حصل دايقكم بس انتم اقرب ناس وعايشين معايا وعارفين انا كنت ايه اقعوا تنسوني دي رسالة الفنان محمود عامر لاولاده بعد اسبوع واحد من زواجه محمود عامر اتفاجئ باللي حصل من اولاده بمجرد زواجه من الانسان اللي حبته وحبها هو كان شايف انه محتاج لوانس بدل الوحدة اللي هو عايش فيها بس اللي حصل من ولاده ما كانش يخطر على باله ولا حتى عمل حسابه وده خلاه ينهار في البكاء يطرى مين هم اولاد محمود عامر وايه رد فعلهم على زواجه وليه هو انهار في البكاء وطلب منهم يسمحوا وما يزعلوش منه تابعونا للنهاية في الوقت اللي حصل فيه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد زواج الفنان محمود عامر بفتاة صغيرة في عمر ابنائه وايه الدكتورة رشا فرج انقسمنا فريقين الفريق الاول معارض اللي حصل بسبب فرق السن الكبير اللي بينهم واللي بيتخطى لعشرين سنة يعني هي في عمر ولاده بالبلد كده اما الفريق التاني فكان شايف انه ما عملش حاجة غلط لا سمح الله وانه تجوز على سنة الله ورسوله سبب الازمة في الاساس جي من انتشار صور الصباحية للفنان محمود عامر مع عرسته لانهم ظهروا لابسين البجامات ونشروا صورهم على السوشيال ميديا بعد الموقف ده قرر اولاد محمود عامر ياخدوا ضد موقف ويخصموه واولاده هم ابراهيم عامر مدير التصوير ومحمد عامر وهو في السنة الرابعة بقسم المنتاج وبنته الاخيرة هي المطربة اميرة عامر وعن انفصال محمود عامر عن لاشينا لاشين فكشف عن السبب وقال لاشينا كانت السبب في الانفصال انا كنت في ضياع وولادي عارفين كده كويس وعاش محمود عامر في وحدة بعد انفصاله عن مراته بسبب انشغال اولاده وكرر محمود يعيش لوحده بس حس انه مش قادر على الوحدة دي وبدأ يروح لطبيبة نفسية اسمها رشا فرج وبعد تكرار الاستشارات النفسية بقوا اصدقاء وتولدت بينهم شرارة الحب وطلبها للجواز وهي وفقت لانها شافت فيه الحنية اللي ما شافتهاش في حد قبله رغم ان فرق العمر بينهم واحد وعشرين سنة وقال محمود عامر عن عرسته رجعتني شباب في سن العشرين بعد زواج محمود عامر باسبوع بدأ يحاول يتواصل مع اولاده بس هم اتفقوا عليه ومحدش كان بيرد على اتصالاته نهائي ولا حتى رسيله وقرر محمود يعتذر الاولاده على السوشيال ميديا من خلال برنامج اعداد ستات قال فيه اقول ابراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال محمد حبيبي فرابع منتاج معات سينما نجم جميل انا واصق تمام الثقة انك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة وبنطي بنت عمري اميرة ربنا يبارك في عمرك واشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا وبعدها انهار في البكاء وقال لهم ما تزعلوش مني لو اللي حصل دايقكم بس انتم اقرب ناس وعايشين معايا وعارفين انا كنت ايه اوه وتنسوني وفجأة انتقد الجمهور ابناء محمود عامر وهم معروفين في الوسط الفني وتواصلوا معاه وطلبوا منه ما يتكلمش على السوشيال ميديا تاني ولا يظهر في اي برامج تلفزيونية وفعلا قال محمود عامر الحمد لله مفيش اي خلاف بيني وبين اولادي اللي حصل مجرد سوق فهم وبكيت في البرنامج لان دمعتي قريبة وتواصلت معاهم بس هم كانوا مشغولين وفي النهاية هم اولادي وعلاقتنا كويسة وهتفضل كويسة كل الحكاية انهم كانوا مشغولين شوية وقالوا لي سايبينك على راحتك بعد جوازك وانا الغلطان لاني ضغطت نفسي قبل الجواز علشان انتهي من ترتيبات الفرع في النهاية اكيد بنتمنى كل التوفيق للفنان محمود عامر في حياته ومع ابنائه اكتبونا في التعليقات هل تصرف ابناء الفنان محمود عامر صح ولا غلط وهل من حق الجواز في السن ده ولا كان مفروض يعيش وحيد في السن ده